اشتركوا في القناة مرة تانية استعداداته وتدريباته استعداداً لمواجهة الخميس المنتظرة على أحر من الجامل بالنسبة لجماهير نادي الأهلي فقررنا أننا الحقيقة النهاردة نعمل حلقة في حب مارسل مارتين كولر واحد من أنجح المديرين الفنيين اللي قادوا نادي الأهلي على مدار تاريخه والحقيقة يمكن القصة مش قصة بطولات وألقاء بس على الرغم أنه الرجل محق العلامة الكاملة لكن القصة قصة أنه في أول موسم تقدر أنت كمشجع أو كمتابع لفريق النادي الأهلي أنك تشوف وتتأكد أنه المدير الفني اللي جيدها صاحب بصمة واضحة وظهرة وحقيقية وبتشوفها بتتطبع على أرض الواقع على مدار الموسم ما فيش كيرف مرة فوق ومرة تحت ما فيش لعيبة بتعاني بالعكس معظم اللعيبة دخلت في دائرة فكر مارسل كولر بسرعة وهو قدر أن هو يعيد اكتشاف إمكانياتهم وتوظيفها بشكل كبير ده أثر بشكل واضح جدا على الحالة الجامعية ومستوى الأداء الشخصية اللي احنا كنا منتكلم عليها في أوقات كتير جدا مع مديرين فنين آخرين لهم طبعا كل الاحترام والتقدير لكن كنا دايما حاسين أن فيه حاجة نقصة كنا دايما حاسين أن فيه دايما حاجة غيبة قدر مارسل كولر يعمل ده في أول موسم فتقدر تراهن عزيزي الأهلاوي على أنه استمرارية مشوار مارسل كولر مع نادي الأهلي بداية من الموسم القادم وأنا دايما بعتبر أنه الموسم التاني لأي مدير فني هو موسم الفرصة الكاملة الموسم الأول بيبقى فيه حاجات كتيرة جدا مفروضة عليه منها سكواد ممكن يكون مقتنع أو مش مقتنع ببعض عناصره مفروض عليه أنه يفهم طبيعة المنافسة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإفريقي مفروض يفهم حجم شعبية جمالية النادي الأهلي فيه مديرين فنيين كتير بيحتاجوا وقت طويل عشان يقدروا يستوعبوا ده ويملكوا أدواتهم بالشكل لخلي التجربة مكتملة فإذا كان مستوى نجاح مارسل كولر في الموسم ده بالشكل ده ونتمنى إن شاء الله أنه مسيرة النجاح والانتصارات تستمر قول زي ما أنت عايز تقول ألقاب بطولات مواجهات من العالي التقيل نتائج وأرقام تطوير الأهلي دفاعيا وهجوميا شخصية الأهلي اللي إحنا كنا مستنيينها وكاد غيبة حتى وإحنا بنحقق ألقاب كتير جدا شفناها بترجع مع مارسل كولر حلقة النهاردة حبا في مارسل مارتن كولر السويسري الحقيقة اللي دخل وسكن قلوب الأهلوية بسرعة البرق مشواره تاريخه وجوده في مصر لأنه مارسل كولر مش أول مرة يتواجد في مصر مع تولي الإدارة الفنية للنادي الأهلي لكن وزارها قبل كده يمكن كلاعب مع منتخب سويسرا من فترة طويلة جدا عارفين طبعا أن السوشال ميديا النهاردة لها تأثير كبير وأنا شفت وتبعت حالة إعجاب من الغالبية العظمى أو الغالبية الكاسحة بمارسل كولر اللي ممكن يكون مظلوم إعلامية لكن جماهير النادي الأهلي والسوشال ميديا عن صفيته بشكل كبير جدا حالة ضجة حصلت في الأيام الأخيرة الحقيقة بسبب واحد من الـ Digital Content Creator أو صانعي المحتوى الإلكتروني الخاص مارسل كولر بحالة مرتبطة بسيرة ذاتية بداية من مشواره مع كورت القدم وصولا لتولي مسؤولية الإدارة الفنية للنادي الأهلي مين هو مارسل كولر؟ ده السؤال اللي هتجاوب عليه في حلقة النهاردة من السادسة قبل ما نبتدي الموضوع وندخل في التفاصيل تعالوا نشوفوا نروح لمجموعة من ترجمة نانسي قنقر